السلام عليكم تحياتي قصتي النهاردة على الاميرة فتحية فيها عبرة وعزة وفيها نقطة استفهام مبدئيا كده فتحية هي اخت الملك فاروق اتولدت سنة 1930 وكانت والدتها الملكة نازلي اتعرفت على شاب اسمه رياض غالي كان موظف في السلك الدبلوماسي من موليد شبرى خريج مدرسة الفرير وفي اول حياته اشتغل في الكون هو وتنقل للندن ومنه الكونسولية المصرية في مرسلية الفرنسوية طبعا كان هو وهي من اهل الكتاب احنا عندنا الكتاب ذكر ولا تنقوح المشركات حتى يؤمن ولا ما تم مؤمنة خيرا من مشركة ولو اعجبتكم المؤمنين دول النصارى اليهود المجوس زردش كل دول الناس مؤمنين وموحدين بالله فالجواز ما كانتش فيه مشكلة لكن الملك فاروق اعترد عليه واعترد على الجوازة دي لكن الملكة نازلي كانت لها رأي تاني كانت موافقة مش كده كمان دي حولت كل فلوسها للولايات المتحدة عام الف وتسعمائة وخمسين اتجوز رياض غالي من الاميرة فتحية رسميا طبعا في الولايات المتحدة وخلفه تلات اطفال كان رياض بيدير من ممتلكات الملكة نازلي وبنتها وضرب الفلوس دي في البورسة عام الف وتسعمائة اتنين وفمسين راحل الملك فاروق عن مصر وخلصت فلوس الاميرة واعلنت افلسها وارادت الاميرة العودة والرجوء لمصر رفض رياض هي هو مصمم وهي مصممة ده جو بيجيب ما بيجيبش بير مشاحنات آآ سنة الف وتسعمائة ستة وتمانين قرر رياض يقتل الاميرة فتحية وين تحر وفعلا قتلها واصب نفسه اصابها ادت الى عمى ومات في السجن وعلى رأيي عبدالوهاب كل ده كان ليه تحياتي احمد فاروق شكرا اشتركوا في القناة